اهلا بكم متابعي قناة فروم الروكو في نصرة اخبارية جديدة وهذا ابرز عنوانها استيضام عنيف بين دراجتين ناريتين ضواحي اقاديري وخلفوا اصابات خطيرة ولن لا تفاصيل لكن قبل البدء لا تنسوا وضع اشتراك في القناة ويعجاب بالفيديو وقعت حديثة سيري خطيرة مساء الاثنين التاني عصر من شوتن بير الجاري على مستوى دوار عن نخلة بجماعة ولد وعملت انسكان اشملول ضواحي اقادير على اثر استيضام عنيف بين دراجتين ناريتين ما ادى الى اصابة شخص بجروح خطيرة وذكرت مصادر مطلعة بان الحادثة وقعت على اثر استيضام مباشر بين دراجتين ناريتين كان على متنها شخصان واحدهما كانت قادمة عبر الطريق الرابطة بين الدوار عن نخلة والطريق السريع فيما الاخرى كانت قادمة الاتجاه المعاكس وعوضح ذات المصادر بان قوة الاستيضام تسببت في اصابة سائق الدراجتين بجروح متفاوتة كما تسببت في خسائر مادية جسيمة في الدراجتين هذا وفور توصلها بالخبر هرعت عناصر الدرك الملكي بالتمسية الى عين المكان حيث تم نقل سائق الدراجتين الى المستشفى الاقليمي بانزقان قصد تلقي الاسعافة الضرورية فيما تم فتح بحث من طرف مصالح الدرك الملكي لمعرف الظروف وملابسات هذه الحادثة وترتيب المسئوليات كنتم مع نشرة اخبارية الى اللقاء